بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض دروس C++ وهنتكلم النهاردة عن حاجة جديدة في اللوبس اسمها النسط اللوب بس هنبدأ الأول كده بمسألة كده تفكرنا باللوبس وبالفول اللوب مثلا احنا عايزين نجيب فاكتوريال بتاع رقم معي طب ايه الفاكتوريال ده اصلا الفاكتوريال عبارة عن مثلا ان انا لما اقوله الفاكتوريال بتاع رقم 5 هيبقى بيساوي 5 في 4 في 3 في 2 في 1 يبقى انا هنا محتاج امشي لوب بشكل عكسي من اول الرقم رقم معين لحد موصل لمن؟ لحد موصل للواحد والاوبريشن اللي هستخدمها هتبقى الدرب تمام كده؟ طيب اول حاجة احنا بنعملها في الاول قبل ما نبدأ نعمل الفاكتوريال بتاعي او قبل ما اعمل اللوب بتاعي هعرف ان للرقم بتاعي اللي اليوزر هيدخله تمام؟ النمبر ده بقيمة اللي هيعملها اليوزر طيب ايه تاني؟ الفاكتوريال ده مش هتحط في في باريبل في باريبل هياخد القيمة بتاعته هعرف حاجة اسمها فاكت فاكت ده بت بيسوي ايه؟ فاكرين صام احنا كنا بنخليها بزيرو طب لو خلينا فاكت بزيرو وجينا ضربنا زيرو في الارقام دي ايه اللي هيحصل؟ هيطلع للاوتبوت بتاعي بزيرو تمام؟ انما انا عايز الاوتبوت بتاعي يبقى برقم طب ايه الحاجة اللي بتضرب في اي رقم ما تعمل ليش مشكلة ما بتغير ليش القيمة؟ الواحد ما فيش حاجة تانية غيره تمام؟ وهبدأ اقول له سي ان للنمبر بتاعي اللي اليوزر هيدخله بعد كده هقول له فور لوب الفور لوب دوت هياخد مني ايه؟ او هيعمل لي ايه بعدها؟ هقول له الفاكت في بيساوي الاي اللي احنا هنحطاجه طيب يبقى الاي بتاعتي دي ايه اللي انا هضربها كل مرة في الفاكت هتبقى ايه؟ الرقم صح؟ يبقى هنقول له فور اه الاي بتساوي واحد هتبدأ من الواحد والاي اقل من او يساوي اقل من او يساوي مين؟ احنا عايزين نوصل لغاية مين؟ لغاية الرقم اقل من او يساوي الرقم والاي بلاس 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 ولا ماينس بلاس 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 الاي بتاعتي هتبدأ من الواحد هتنتهي بالرقم اللي انا مدخله والاي بلاس بلاس نسينا حاجة مهمة جدا نسينا نعرف طيب وبعد اما خلص هقول له الفاكت دو طب هو انا هنا ما حطتش اقواص للفول لوب لين لانه هو سطر واحد اللي هيتنفذ على اللوب فعشان كده ما حطتش اقواص نعمل تشغيل كده انا هدخل الخمسة طلع لي 120 نجيب الال الحسبة كده ونشوف فكتوريا الخمسة ده يطلع بكامل خمسة فيه اربعة فيه تلاتة فيه اتنين فيه واحد طلع 120 فعلا يبقى احنا هنا عملنا لوب يجمع يضرب لنا مجموعة ارقام في بعض طيب نفرد ان احنا عايزين نجيب الفكتوريا البتاع الارقام من اول 10 لغاية 20 انا مش محتاج اليوزر يدخل لي number انا عايزه من 10 لعشرين انا عايز الفكتوريا البتاع الارقام من اول 10 لغاية 20 هنضطر في الحالة دي ان احنا بندخل الارقام كذا مرة هل هاعد كل شوية يعمل اللوب لا انا ممكن اعمل لوب كاطار خارجي لده يدخل للوب ده كل مرة رقم مختلف هعمل لوب جوة لوب فاكريني الف كوندشن لما كنا بنحط الف جوة الف تمام انا هحط دلوقتي لوب جوة لوب هاجي هنا انا عايز الارقام من اول من فور انت number الرقم ده بيساوي واحد وهيوصل الرقم بتاع number دوت هيوصل اقل من او يساوي عشرة وبعد كده number plus plus لما يحصل الكلام ده وتقول لفور انت اي بتساوي كذا وفاكتب كذا طي احنا دلوقتي اللوب ده اول مرة تشغيل ليه هياخد ايه هياخد واحد تمام هاجي هنا هينفز لي ايه هينفز لي لما يبقى number بواحد والاي بواحد بعديها النمبر لسا بواحد والاي باثنين النمبر مش هينفز اتنين بقى خلاص ما هو النمبر اخره الاي اخره واحد لان هو هيوصل لغاية النمبر بعد كده هياخد لي النمبر تاني مرة باثنين الاي هتبقى بواحد اول مرة تاني مرة باثنين بعد كده هياخد لي النمبر بتلاتة الاي هتبقى بواحد واحد واثنين وتلاتة بعد كده النمبر باربعة الاي واحد اتنين تلاتة اربعة النمبر بخمسة الاي واحد يبقى هو بياخد واحدة من برا ويطبق عليها كل اللي هو طيب الفاكت الفاكت في اي دي هتتنفذ كم مرة هتتنفذ بعدة تنفيذ مرات اللوب الداخلي لانها تابع لي دي تابع لدي طيب هحط اقواص بس عشان نوضح الدني طيب دلوقتي السي اوت فاكت دي تابع الانهي لوب مش تابع الولى لوب دي برا اللوب صار ليه الفور لوب دي انا مش حط عليها اقواص فبالتالي مفيش جواها غير الفور لوب التاني والفور لوب التاني انا هي تهين طيب افرض ان انا كل مرة عايز اطبع الفاكت الخاصة بالنمبر يعني عايز اخلي السي اوت فاكت دي تابع الانتو نمبر بيتسوي واحد والنمبر اقل من او يسوي العشر هحط هنا قوس وهقفل كده وهحط هنا قوس فهقول له هنا سي اوت النمبر او بلاش النمبر نقول له فاكت اوف نمبر هحط هنا دابل كوت يسوي فاكت وادي اندلين نجرب نشغل بقى على الشكل اللي احنا عملنا دلوقتي السي اوت دي دلوقتي تابع لللوب الخارجي بقى هتتنفذ كم مرة عشر مرات بس تمام النمبر اللي جوه هتتنفذ كل مرة على حسب الاي بتاعتي او النمبر بتاعتي نجرب كده نرن فاكت اوف واحد فاكت اوف تنين اوف تلاتة اوف اربعة اوف خمسة اوف ستة اوف سبعة اوف تمانية اوف تسعة اوف عشر اوف عشرة طلع بزيرو اكيد عندنا حاجة غلط في النصف في اكيد حاجة كتبناها غلط هي اللي عملت المشكلة دي احنا الفاكت بتاعتنا معرفينها بواحد برة تمام فبعد اللوب اول مرة الفاكت بتاع الواحد فضل فيها الفاكت بتاع الاثنين فضل فيها بتاع الثلاثة فضل فيها عشان كده عمل لنا مشكلة احنا هناخد الفاكت بيسوي واحد دي هنحطها هنا جوه بالتالي كل مرة هيشتغل اللوب الخارجي من اولوب ديد هيغير لنا قيمة الفاكت بواحد نجرب كده نعمل رن دلوقتي هيت زبطت ما بقاش فيها مشكلة زي الاول طب ليه اخر اتنين اللي هما تسعة وعشرة طلعين زي بعض لا هو فيه فرق بينهم زيرو اهو لان هو فعلا الفاكتوري اللي بتاع تسعة وعشرة فرق بينهم زيرو زيادة لانها بقى دربت في عشرة زيادة تمام يبقى ليه حطيت الفاكت جوه مش بره علشان الفاكت وهي بره اتعرفت مرة واحدة بواحد اول مرة حصلها قابضي 애 بقت الفاكت... بتاعت الفاكت بتاعت اول رقم اللي هو واحد بقت واحد بتاعت اتنين بقت اتنين بعد كده بقت اه بعد كده تحدث بدل ما كنا بنضرف في واحد بقنا بنضرف في اتنين اتنين في واحد في اتنين eligه 4 مع ان الفاكت بتاع الاتنين به اتنين مش 6 باربعة تمام فانا عدت التعديل بتاعها اخلته جوه طبعا انا كان ممكن ايه بدل ما يبقى التعريف متكرر ويدات ممكن تعمل لنا باج في بعض البرامج المفروض كنت أقول له int fact كده برا وديها بس القيمة جوا مش هزود ال int جوا ال int جوا هتفضل كل مرة تعرف لي ال int جوا ال loop كده ال loops تعتبر انتهت مفيش فيها حاجة تانية يعتبر خالص أتمنى أكون أفضتكم بالدرس ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة